يروى أن السلطان العثماني سليمان القانوني طلب أن يُعْتَى إليه بمهندس موثوق بعلمه وأمانته فجيء إليه بمهندس أرمني الأصل اسمه معمار سنان فعهد إليه بهدم مبنى السرايا القديم والسرايا هو مقر الحكومة وبناء سرايا جديدة في مكانها بعد أن أكمل المهندس تشيد السرايا الجديدة استدعاه السلطان وسأله قائلا عندما كنت تهدم السرايا استخدمت عمالا ثم استبدلتهم بعمال آخرين في البناء فلماذا فعلت ذلك؟ أجابه المهندس قائلا يا سيدي أولئك عمال يصلحون للهدم وليس للإعمار أما هؤلاء فهم عمال صنعتهم التعمير والذي يصلح للهدم لا يصلح للبناء ترجمة نانسي قنقر